بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس سلعيان برئاسة الدكتور ياسين الحسبان مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية وزارة الصحة للأعوام 2023-2025 وأكد الحسبان أن الاجتماع جاء للاستماع حول مدى تحقيق وزارة الصحة لتنفيذ برامج خطتها الاستراتيجية والتي تأتي متوائمة مع المبادرات والأولويات للقطاع الصحي الوارضة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وكفاءة وفعالية التحول الرقمي في القطاع الصحي بالإضافة إلى استراتيجية الوزارة حول إدارة الأزمات والكوارث والتغير المناخي وفي مجلس النواب أشهر التحالف البرلماني من أجل الشباب في الأردن الذي تشرف عليه لجنة الشباب والثقافة والرياضة النيابية برئاسة ناب محمد المحارمة بالتعاون والتشارك مع جمعية سند للفكر والعمل الشبابي وأكد المحارمة بحضور وزيري الثقافة إيفان نجار والشؤون السياسية والبرلمانية حديث الخريشة أن هذا التحالف يأتي تنفيذا للرؤى الملكية السامية في دعم وتمكين الشباب وتم خلال حفل الإشهار عرض نتائج استطلاع للرأي نفذه شباب جمعية سند للفكر والعمل الشبابي حيث قدم الاستطلاع جملة من المقترحات لتكون قاعدة عمل أساسية في عمل التحالف لجنة الخدمات العامة والنقل برئاسة الناب غاز البداوي بحثت خطط واستراتيجيات هيئة تنظيم الطيران المدني للمرحلة المقبلة ودع البداوي إلى أهمية تطبيق المعايير التي تعزز من سلامة النقل الجوي ورفع مستوى الخدمات للمحافظة على جودة وكفاءة الطيران الأردني على القارطة الدولية متسائلا عن الإجراءات التي تتبعها الهيئة لمنع أي مخاطر قد تواجه الطيران والنتائج والأثار الاقتصادية للاتفاقيات التي تم إبرامها مع عدد من الدول رئيسة لجنة الريف والبادية المهندسة عبير الجبور قالت أن الثروة الحيوانية تعتبر الرافد الرئيس والمحرك لعجلة التنمية في القطاع الزراعي وتساهم بتشغيل الأيد العاملة وتوفير سبل العمل والحياة الكريمة لسكان الريف والبادية ودعت خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مواضيع متعلقة بأصحاب المواشي ومربية ثروة الحيوانية دعت إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء على المستويين الزراعي والحيواني طايل غرير مجلس الأمة